ندربي مجيد بقرة وطريقة مرخية لعبوا أفضل مباراة طريقة اللعب 1-3-5-2 طبعا حراسي مرمش هاب الليثي من الدحيل قدم مبارات كبيرة أمام السد ثلاثي الدفاع شوقو الريان ومحمد خالد نعيم مرخية قدم مبارات كبيرة وأيضا سلطان البريك قدم مبارات كبيرة أمام السد وسجل هدف ثلاثي مميز دفاعيا خماسي وسط الملعب طبعا راسي مفرجاني الساسي العنصر الدائم متواجد يانا نجم الموسم وإسامة طنان اللي بالنسبة لي هو العلامة الفارقة اليوم في أداء أم صلال نعم بعد عودة من الإيقاف اليوم هو العلامة الفارقة اليوم مع أم صلال وطبعا في راتي نجم العربي قدم مبارات كبيرة في مبارات اليوم على اليمين طبعا بشار رسن قدم مبارات كبيرة سجل هدفين وصناع هدف وطبعا هداف اللي سجل في ثلاث خارات وأيضا هداف النابي المعز علي اللي قدم مبارات كبيرة استاهل أمام السجل وصنع رقم إضاءة أضرب الجزاء طبعا السومة في مبارات كبيرة وأيضا بنيطو اللي سجل هدفين رقم افتعاد فريقة عن مستوى والظروف اللي مرت فيها بطرد لاعب السومة وبنيطو هم الأفضل هجوميا استاهل هذه التفكيرات أفضل مدرب يونس علي مع احترامنا حق مجيب بقرة لأنها تتكلم عن المباراة مستوى الفريقين يعني تتكلم في المؤخرة أو تتكلم المرحية والأهلي أما المباراة الثانية بين العربي والوكرة والوكرة ينافس علىها دوري والعربي يقدم مباراة كبيرة يونس علي كان العربي وفاز أربعة